اشتركوا في القناة الدكتور فهد الناصر الأستاذ عبير الأرياني والدكتورة هند المفتاح موضوعاتي متعددة متعلقة بالاقتصاد المعرفي ودور المرأة في التنوع الاقتصادي وسنبدأ أولى الورقات مع الدكتور فهد الناصر وهي ورقة قد كتبها الدكتور فهد الفضالة ويقدمها عن اليوم الدكتور فهد الناصر دكتور فهد الناصر هو أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت وهو دبلوماسي سابق ورئيس مكتب مكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت في كندا ومدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية سابقا وهو حائز على جائزة الدولة في الترجمة وجائزة الكويت التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية دكتور فهد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالخير وأشكركم على حضوركم بالرغم من أنها آخر جلسة في المؤتمر وآخر يوم في المؤتمر وبعد الغداء فشكرا على حضوركم اليوم رح نتكلم عنوان هذه الورقة بالنيابة عن زملائي اللي أعدوها رح نتكلم عن الاستثمار في الاقتصاد المعرفة مدخل للتنويع الاقتصادي والحالة هذه على دول مجلس التعاون بالحقيقة لأول وهلة من هذا العنوان نستقي أنه هناك أنه يجب على دول مجلس التعاون أن لا تعتمد على النفط فقط إنما يجب أن يكون هناك سياسة واستراتيجية لتنويع الأنشطة الاقتصادية وأحد صور هذا التنويع ما جاء في الورقة هو الاستثمار في اقتصاد المعرفة ولا شك أن مقترحاتنا حول التنويع الاقتصادي والاستثمار في اقتصاد المعرفة هي ليست بظاهرة جديدة على هذه المجتمعات مجتمعات مجلس التعاون إنما قد تكون مساهمة الورقة في إثراء هذا التعرف على إمكانية الاستثمار وإثراء فكرة الاستثمار في الاقتصاد المعرفة ثم التعرف على إن كان هناك مداخل للتنويع الاقتصادي ولا شك أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات كثيرة منها سياسية واقتصادية وأيضا اجتماعية متعددة الجوانب التركيبة السكانية أو اختلال التركيبة السكانية هي أحد مظاهر هذه التحديات ضعف مساهمة قوة العمل في عمليات التنمية أيضا هي أحد صور هذه التحديات عزوف العمالة الوطنية عن بعض الوظائف والأعمال هذه أيضا صورة من صور التحديات تحديات الحقيقة كثيرة لما في مجال لحصرها في وقت محدود وورقة من 20 صفح مفهوم يمكن التنوع الاقتصادي وهو اللي علشان نقف عنده شوي التنوع الاقتصادي هو استراتيجية تنموية هدفها التقليل من نسبة المخاطر الاقتصادية في المجتمع رفع القيمة المضافة تحسين مستوى الدخل خلق فرص جديدة للعمل وذلك من خلال طرق توجيه الاقتصاد نحو قطاعات وأسواق أو أسواق متنوعة عوضا على الاعتماد على سوق أو قطاع أو منتوج واحد مثلا على سبيل المثال منتوجات أو المنتجات انتاج سلع جديدة مصادر إيرادات في الموازنة العامة الأسواق الخارجية مثل عندنا في الكويت يعني يمكن سياسة استثمارية خارج الكويت حاملين لواءها حاملة لواءها الحكومة السياسات الاستثمارية وأقرب مثال كنا في الغزو مثلا اعتمدنا على مصادر دخل والدولة راحت ولكن مصادر الدخل كانت شغالة فيبدو أنها سياسة حكيمة كانت فيه وسياسة ناجحة له الاستثمار ولو أنك راح تكون تحت رحمة يعني الدول التي تستثمر فيها الأسواق الخارجية أيضا توزيع المال المستثمرة في أكثر من محفظة استثمارية التنويع الاقتصادي لا يخص قطاع الصادرات فقط بل يتضمن أيضا الواردات وباختصار فنحن نؤكد على عدم وضع البيض في سلة واحدة حتى لا يتعرض الاقتصاد للمخاطر سياسات واستراتيجيات الاستثمار لتعزيز التنويع الاقتصادي تؤكد ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي التقليدي القائم أصبح تقليدي الإنتاج النفطي أو اعتماد هذه الدول على إنتاج النفط أصبح نشاط تقليدي مع الأسف وضرورة التركيز على أنماط نمو جديدة وسياسة اقتصادية تهدف إلى التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في ركاز اقتصاد المعرفة وهذا لن يتأتى إلا من خلال إرادة سياسية وقرار سياسي ونظام سياسي مؤمن بأهمية ذلك أيضا التنويع كاستراتيجية اقتصادية يتطلب وجود إطار مؤسساتي ونظم أو قوانين لحماية هذه المؤسسات ووضع استراتيجيات للتنويع أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب يمكن نؤكد على أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة للتنويع في مجال ممارسة العمال وتسريعها وتيرتها لخلق المزيد من الشركات وهذا قد يكون نموذج دبي يمكن النموذج ممتاز لهذه الفكرة الإصلاحات تهتم الحصول على اعتمان أو التجارة عبر الحدود تسجيل الممتلكات منح أفضليات استثنائية لتسجيع التنوع الاقتصادي في القطاعات المختلفة في المجتمع وبالتالي فإن سياسات الاستثمار ينبغي أن تركز على تسجيع التعليم إذا أكدنا على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي تشجيع التعليم والتدريب والاستثمار في قطاع العلوم والتكنولوجيا وذلك يتطلب أو التنوع الاقتصادي أيضا يتطلب رفع جودة التعليم تحسين معدلات القيد في المراحل الثانوية الاستثمار في اكتساب المعرفة التقنية والتكنولوجية تسجيع البحث العلمي هيكلة ميزانيات الانفاق وهناك العديد من المقترحات في الورغة تتضمن كيفية أو آلية التنوع الاقتصادي في مجتمعات الخليج أيضا فيما يتعلق في هذا أنه دول المجلس أكدت أو اكتشفت أن هناك قطاع مهم اللي هو قطاع التكنولوجيا التعليم وأيضا الإمارات رائدة في هذا والمملكة العربية السعودية فأدركت عدد من دول المجلس أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة من خلال التركيز على القطاعات التي تتوافر لديها فرص النجاح العالية ضمن عملية التنويع الاقتصادي وذلك ضمن رؤية شاملة لهذه العملية تتناسب والقدرات الاقتصادية والديمقرافية في المجتمع كذلك أولت بعض الدول اهتماما بالاستثمار في القطاعات النوعية التي تقوم على اقتصاد المعرفة مثل مجال العلوم والتكنولوجيا الاستثمار في الطاقة المتجددة تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية ويمكن مجالات الاستثمار في التنويع الاقتصادي وهذه يمكن مجموعة من المقترحات في مجال التعليم والرعاية الصحية والطاقة التصنيع والكيميائيات تقنية المعلومات والطاقة الشمسية وإلى آخره من الخيارات أمام مجتمعات الخليج أيضاً فيما يتعلق بهذا الموضوع في قضية الاقتصاد المعرفة الاستثمار في اقتصاد المعرفة هو ذلك الاستثمار الذي يحقق أقصى استفادة من المعرفة المتاحة في دعم النمو الاقتصادي ومع نهاية عقد التسعينات في الغرن الماضي بروز ما أصبح يعرف باقتصاد المعرفة ليشمل الاستثمار في رأس المال المعرفي وهو ما يؤكد وهو ما يؤكد أهمية وجدول الاستثمار في اقتصاد المعرفة كركن أساسي لبناء رأس المال البشري وتطوير القدرات المعرفية والأنماط التنموية المستدامة ويمكن إجاز دور وأهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة على النحو التالي تمكين الأشخاص أو الأفراد من التوسع في التدريب والتعليم زيادة انتاجية الفرد وموارده وموارد تأثير على نوعية الحياة بناء قوة العمل بناء قوة العمل المرنة والتي تتمتع بمهارات عالية والاستثمار في الاقتصاد المعرفي يحقق الأبعاد التالية هناك بعد اجتماعي حيث التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه الأنماط والقيم السلويكية المتوازنة وهناك بعد علمي حيث يوفر تعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع وهناك البعد الأمني تخفيض نسبة البطالة مما يسم في تحق الاستقرار الأمني للمجتمع وأيضا هناك بعد ثقافي والبعد الثقافي يعزز زيادة نسبة المثقفين والتنمية الحضارية للمجتمع وهناك عدة مرتكزات يؤكد عليها الاقتصاد المعرفة منها الابتكار كما حددها البنك الدولي منها الابتكار وهو نظام فعال من روابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية هناك التعليم كموضوع أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية وتوفير اليد العاملة الماهرة والإبداعية وكذلك البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوافز تقوم على أسس تقوم على أسس اقتصادية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية مكانة دول مجلس التعاون أتصور هذه مهمة هذه الأبعاد التي تكلمنا عنها أنا أعتذر لأنه لا يقوم المترجم لن يمشي مع الكلام الذي أقوله ولكن هذا كلها ذكرنا المترجم مكانة دول مجلس التعاون في مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر التنافسية ويمكن لو نستعرض هذا الجدول فأداء دول مجلس التعاون يفوق المتوسط العالمي عموما بشكل عام ولكن تبقى دون مستواها في دول ذات الدخل المرتفع يعني نحن كدول الخليج الدخول مرتفعة ولكن ما تماشينا مع لا تتماشى مع قدراتنا المالية وهذا يمكن يعطينا انطباع أنه يجب أنه جاري الدول اللي تملك الامكانيات ونحن مالنا عذر في هذا فإذن أداء دول المجلس التعاون الخليجية فوق المتوسط العالم يعموها ولكن تبقى دون مستواها في الدول ذات الدخل المرتفع ما يعني أن الفجوة المعرفية ما زالت متسعة بين دول المجلس ودول عديدة سبقتها في الانتقال إلى مصاف اقتصاد المعرفة وخاصة أن مدخلات المعرفة الأساسية وهي التعليم والابتكار هي الأدنى في أدائها وسط مؤشرات الركاز الأساسية الأربعة في مؤشر اقتصاد المعرفة التي حددت من قبل البنك الدولي فنشوف هنا في هذه الجداول مؤشرات عن الوضع في الخليج إذا شفنا مثلا مؤشر الابتكار أو مؤشر التعليم وانقارن بالدول التي عندها امكانيات هذا يمكن بحاجة إلى دفعة قوية أيضا التقدم المحدود الذي شهدته دول المجلس تعامل في التحول نحو اقتصاد المعرفة رافقه وتأخرها في بعض مؤشرات اقتصاديات المعرفة ويمكن وضحت في تقرير التنافسية لعام 2016 2017 الصادر عن المنتدل الاقتصادي العالمي حيث تراجعت دول المجلس في كل مؤشرات اقتصاد المعرفة باستثناء الامارات ويعزى السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الخليج ويمكن في الورقة بالتفصيل فيها شرح كثير لهذا ما أدري إذا الوقت يسمح لي ولا لا ولكن المتطلبات الأساسية في مراحل النمو يمكن هذه نقدر نخليها نشوف ويمكن هذه أكبر أقدر أقرأ يعني تتكون مجموعة معزات الكفاءة من 6 ركائز التعليم العالي والتدريب والجاهزية التكنولوجية كفاءة سوق السلع تطور الأسواق المالية كل هذه ركائز مهمة يمكن التركيز عليها وشكرا شكرا دكتور فهد الناصر كان قد ألقى علينا ورقة بعنوان لاستثمار في اقتصاد المعرفة مدخلا للتنويع الاقتصادي الأمثل حالة دول مجلس التعاون الخليجي وهي ورقة ألقاها بالنيابة عن الدكتور فهد الفضالة وقد حدثنا الدكتور فهد الناصر عن عدة قضايا منها أن فكرة الاقتصاد المعرفي ليست فكرة جديدة وإنما هي موجودة وقديمة وأنها تواجه بعض التحديات في دول مجلس التعاون مثل التركيبة السكانية وعزوف العمالة الوطنية عن بعض الوظائف كما أنه قال أن التحول للاقتصاد المعرفي يتطلب عددا من أو توافر عدد من العوامل منها الإرادة السياسية وجود إطار مؤسساتي وقوانين واستراتيجيات للتنويع إصلاح السوق تشجيع التعليم في قطاع العلوم والتكنولوجيا الحقيقة أن الأستاذة عبير الأرياني ستحدثنا عن نفس الموضوع ولكن لعلها تعطينا وجهة نظر مختلفة وورقتها بعنوان التنويع الاقتصادي التحول نحو اقتصادي المعرفة في بلدان مجلس التعاون الخليجي والأستاذة عبير الأرياني هي متخصصة بعقود الأبحاث في مكتب البحوث المدعومة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي حاصلة على شهادة الماجستير في الدراسات التنموية والاقتصاد السياسي من جامعة لندن سواس تعمل منذ أكثر من عشرة أعوام في مجال إدارة البرامج التنموية والبحوث عملت في البنك الدولي في اليمن في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل اهتماماتها البحثية مواضيع متعددة في الاقتصاد والاقتصاد المعرفي الأستاذ عبير تفضل شكراً على التقديم تتحدث الورقة طبعاً الدكتور قام بمساعدتي بشكل كبير في الواقع فقد قدم فكرة عامة عن الاقتصاد المعرفي وعن تحديات الاقتصاد المعرفي في المنطقة بشكل عام وأيضاً الدكتور تحدث عن الركائز بالنسبة للبنك الدولي فمن هذه الركائز والتي المنظمة الدولية المختلفة قد تتفق أو تختلف أو تزيد أو تنقص من هذه الركائز ولكنها في الأخير مختزلة في هذه الأربع ركائز وهي التعليم والتدريب نظام المؤسسي وأنظمة الابتكار الحافظ الاقتصادي والبنية التحتية لأنظمة المعلومات والاتصالات سأتحدث عن اثنتين من هذه الركائز بشكل مختصر وهما التعليم والتدريب من ناحية والنظام المؤسسي وأنظمة الابتكار من ناحية أخرى حيث تتداخل هذه الركيزتين كما سأركز على المملكة من دول المجلسة تعاون الخليجي سأركز على المملكة السعودية المملكة العربية السعودية وعلى دولة قطر والإمارات بشكل مختصر كما أيضاً أحب أن أضيف ربما يكون زاوية مختلفة لتعاطي هذا الموضوع هي التركيبة السكانية للمنطقة والتحدي السكاني وهو التركيبة المختلفة فطبيعة الحال يتوقع للسكان أن نمو السكاني أن يصل في المنطقة إلى 50 مليون بحدود عام 2020 ومن هذه النسبة الغالبية لو عد ما ستكون دون سن الخامسة والعشرين فجميعنا نعرف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الحالة وهذا الوضع ولكن والمنطقة ليست الوحيدة التي تعاني أو أقصد أن المنطقة ليست الوحيدة التي تشهد نمو السكاني مشابه ولكن الاختلاف أو خصوصية التركيبة الديموغرافية في المنطقة هي ربما نسبة المواطنين إلى الأجانب لسيما في ربما المملكة نوعا ما مختلف وضعها ولكن بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون قد تصل النسبة بحدود 85 إلى 80% من الأجانب للمواطنون والنسبة هذه في السعيدية تصل إلى 95% يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها تحدي أضافي للتحديات التي نواجهها إجمالا ولكن أحب أيضا أن نوع أن من الممكن أن تكون هذه فرصة ممكن ركيزة أساسية في الإبداع والابتكار بداية صورة عامة عن التعليم والتدريب أو عن الاستثمارات في التعليم والتدريب في المنطقة في المملكة وقطر والإمارات سوف أختصر بحكم أنه طبعا الوقت وبحكم أغلب المشاريع وظن حازت على تغطي إعلامية والجميع لديه فكرانها في الرؤية المطلقة في الوطنية للمملكة عموما نجد أن بناء منظومة علمية متوافقة مع حاجة المستقبلية للسوق حاجة المستقبلية للمهارات المتقدمة في السوق الخليجي والسوق السعودي هي هدف أساسي وهو هدف متداخل ليس فقط مع رؤية واحدة مع بقية الرؤى عفوا مع بقية الأهداف الاستراتيجية فبالنصف للإستثمارات نجد في المملكة أيضا عدل المملكة نجد أن هناك أكثر من ثلاثين جامعة وعدد الطلاب ارتفع عدد الالتحاق في الجامعات ارتفع من خلال عام 2005 من ما يقارب ستمائة واربعين ألف إلى ما يقارب مليون ونصف في عام عام 2014 وفي نفس الفترة تم إطلاق برنامج ملك عبد الله للابتعاظ وحتى اليوم حتى عام 2016 هناك ما يزيد عن مائتين ألف طالب تم التحاقهم بالبرنامج هذا والذي يتوقع منهم على المدى القريب النار المردود الاستثماري مع تكاون المنظوم التعليمية وكذلك الحال بالنسبة لقطر طبعا لن أحدث أنتم أدرا بس مثلا هناك جامعة قطر مع التطوير الذي بدأ في عام 2003 كما تم أيضا إنشاء الاندكيشن سيتي وهي تضم تسع جامعات دولية والمختلف في الموضوع أنها ليس مجرد فرع للجامعة يفتح وفيه كل شيء ولكن تم اختيار الكليات بشكل استراتيجي بحيث أن كل جامعة تفتتح أو تقدم الإختصاص الذي يميزها في فرعها في قطر كما نجد في الإمارات أيضا العديد من المشاريع والجامعات سواء دولية أو محليا هناك جامعة نيويورك أبوظبي سربون والإنسياد وأيضا نجد معهد ومدينة مصدر للعلوم والتقنية فإجمالا حجم الاستثمار في البنية التحتية للتعليم والتدريب في المنطقة أو في دول مجلس التعاون في الواقع هو بكافة المقاييس يعتبر هائل ومن المتوقع منها أن يساهم في نقلة نوعية وهنا أحب أن أعود لقضية التركيب السكاني لهذه الدول والتداعيات المحتملة وقبل أن أبدأ ربما بسرد بعض التداعيات أحب أن أؤكد أولا أن التعليم كقيمة إنسانية مستقلة لا يمكن قياس قيمته بالمردود الاقتصادي فقط ولكن تنظيرا سأذكر العائد الاستثماري للإنفاق على التعليم والذي يتوقع منه أو يفترض أن يكون توفير الكفاءات المطلوبة لسوق العمل لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل مستدام ونظرا للتركيبة السكانية الفريدة لدول المنطقة فطبيعة الحال نجد أن عدد الطلاب الأجانب في الكثير من الجامعات يفوق عدد الطلاب من المواطنين وفيما مؤسسة قطر تفرض على الجامعات المستدامة أن يكون عدد الطلاب القطرين 40% من أجل تدارك هذه الإشكالية يظل واقع الأمر بسبب التركيبة الديمقرافية أساسا ربما غير واقعي بينما في الإمارات لا توجد متطلبات مثيلة مما يؤدي إلى فجوة كبيرة في نسبة الأجانب إلى الطلاب الإماراتين وهذه ليست مشكلة بحد ذاتها طالما أنه من الممكن استيعاب مخرجات التعليم لإفعادة الاقتصاد المحلي ولكن الذي يحدث أن أغلب المخرجات لا تنتهي إلى السوق المحلي وبالتالي يعتبر المردود على الاستثمار ليس كلي أو ليس إفشيين فعودة إلى أظن أحب أن أؤكد أيضا على أن المخرجات التعليم إجمالا رغم ارتفاعها في المنطقة وإجماع الظن الكثير من الأوراق التي قدمت في المنطقة أن المشكلة ليست في الكفاءات المتوفرة بالمشكلة أن هناك نوع من مسماتش ما بين الكفاءات أو المخرجات وما بين متطلبات السوق فربما هذه النقطة لكن أحب أيضا أن ننوح أن المقياس المتخذ عالميا أيضا بالنسبة لقياس قابلية السوق للانتقال إلى الاعتماد الكلي أو بشكل كبير على الاقتصاد المعرفي أو على اقتصاد المعرفة يعتمد على عدد الخريجين في STEM سوبجيكس ونحن ما زلنا في المنطقة دون المعدلات العالمية بشكل كبير فأيضا هناك العديد من الإجراءات المؤسسية والسياسية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة أيضا للابتكار ربما يظهر هذا في تقديم الترفيه كهدف استراتيجي في رؤية المملكة وأنا أربطها هنا بالتدريب والتعليم لأن تتوجه نحو الشباب وهي مهمة ربما كان هناك نوعا من التساؤل حول أهمية الترفيه في الرؤية الاستراتيجية ولماذا اتخذ هذا ولماذا تم وضعه هناك ولكن لها أهمية كبيرة لأن المجتمع بحاجة إلى مواهب لإخراج المواهب وتنمية الإبداع والابتكار وعلى الرغم من أن في الواقع الأمانة لست أدري ما هي الأدوات أو التوز التي سيتم اتخذها ولكن هناك بعض التساؤلات في ظل مدى مواءمة البيئة العامة للابتكار في ظل القيود الموجودة على التفكير والتعبير عن الذات المعضلات فربما تكون هذه أحد المعضلات المعضلات وأيضاً مشكلة أخرى بالنسبة للتدريب والتعليم تظهر ربما جميعنا شاهدها في مستوى المعرفة لدى الشباب عندما يدخلوا العمال وهم يفتقرون إلى المهارات الناعمة المعضلات المعضلات التي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الخبرة الخبرة في العمل وليست عن طريق الجامعة أو الدراسة والمشكلة أنه لا يوجد لدينا بيئة ثقافية مجتمعية تشجع على العمل من سنه مبكر كالتعليم مثلاً في الأجازات أو في أوقات أخرى وليست فقط البيئة المجتمعية هناك أيضاً قوانين تمنع أو تصعب من التحاق صغار السن من سن 15 إلى 16 أو ارتباطاً في عمل وإن كان ربما مؤخراً أظن هناك أكثر من قانون صدر في المنطقة أو تعديل لقانون العمل ولكن ما زال هناك بعض الحواجز مثل ضرورة الحصول على تصريح من وزارة التعليم على موافقة من أن يكون مجال العمل في مجال تعليمي ضرورة الحصول على فحص طبي للطالب المتقدم وهناك أيضاً مشكلة أمانة جداً جداً يعني كبيرة وهي ضعف المحتوى العلمي باللغة العربية على الإنترنت حيث أن المستخدم العربي أو المستخدمين الإنترنت من العرب أو المستخدمين لغة العربية هم أكثر من 400 مليون مستخدم ولكن المحتوى العربي يشكل 3% فقط من المحتوى الموجود على الشبكة وليس فقط أنه 3% ولكن أغلبه ترفيهي وشبكات تواصل اجتماعية وألعاب وغيره وأيضاً طبعاً أحب بالمناسبة بيننا الموضوع قريب لي أحب أيضاً أن أذكر المبادرات المشجعة التي أصدرت مؤخراً فهناك مبادرة مبادرة مرصد المستقبل من مؤسسة دبي للمستقبل وهي تقوم بترجمة محتوى علمي بشكل مبسط وشيق محتوى علمي إخباري فهي تعتبر من المبادرات الجدًا المشجعة وأيضاً مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقوم بترجمة دوريات علمية مثل مجلة نيتشر إلى اللغة العربية فهي مبادرات جدًا مشجعة ولكنها محدودة للأسف وربما نريد المزيد منها فانتقالاً إلى الركيزة الثانية وهي النظام المؤسسي وانظمة الابتكار وهي تحتوي على عدة أشياء ربما لإعطاءه بعد تاريخي قليلاً بدأ الاحتمام بالبحث والتطوير في منتصف القرن العشرين وتركز على تكتلات صناعية والتطوير والتطوير وكانت تركيزها كان إجمالاً على هذا ولكن ومن ثم توسع المصطلح ليشمل عوامل أخرى في المجتمع مثل رواد الأعمال ومراكز المعلومات مثل المكتبات العامة والمتاحف ومراكز البحوث والجامعات وأيضًا المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني واليوم نجد المصطلح أصبح أكثر شمولية فهو لا يتصر فقط على إنتاج المعرفة بل تبنيها وإدماجها حيث أن تشير الدراسات أن نجاح التقدم والتغيير التكنولوجي يعتمد بشكل كبير على المقدرة على امتصاص ونشر المعرفة في المجتمع بقدر ما يعتمد على أهمية إنتاج المعرفة محلياً فالفكرة ليس فقط أن ننتج المعرفة بل أيضًا أن نستطيع الاستفادة من المعرفة الموجودة خارجياً فإجمالًا يمكن القول أن الاستثمارات في الوصول الملموسة في أنظمة الابتكار في المملكة وقطر والإمارات جارة على قدم وساق جميعنا نسمع عن مشاريع مثل حديقة قطر التكنولوجية المناطق الصناعية المتخصصة في الإمارات وفي السعودية وحضنات صناعية مثل بادر بالنسبة للاستثمارات في الأصول الغير ملموسة نجد أن الإنفاق على البحوث من إجمال الناتج المحلي والإجمالي في المملكة والإمارات ما زالت دون المعدل العالمي بينما قطر في الحقيقة هي على مستوى العالمي فإنفاقها من الإجمال المحلي ضمن ثلاثة في المائة وهو على مستوى العالمي أيضًا نجد مرة أخرى عودة لعدد الخريجين في مجالات العلوم والهندسة و كما نجد أن تمويل البحوث ما زال يعتمد اعتماد شبهة كلية على الدولة بينما نسبة مساهمة القطاع الخاص بالأبحاث محدودة جدًا حيث أن الشركات المحلية لا تساهم بالقدر المطلوب أو ليس لديها اهتمام أو ليس اهتمام ربما نوعية الصناعات والقطاع الخاص في المنطقة لا يتطلب زخم كافي في الأبحاث العلمية وأيضًا بالنسبة للشركات الأجنبية والتي لديها مقار في دول الخليج ربما أيضًا لها مساهمات ولكن قد أقول أنها مساهمات رمزية في الغالب لا تطور إلى اتفاقيات مكملة معظلة أخرى هي قلة تعاون البحثي ما بين المؤسسات البحثية في دول الخليج حيث ربما هناك تقرير لتومسون رويترز يظهر أن الشريك البحثي الرئيسي لكافة الدول في المنطقة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بينما نجد أن التعاون البحثي ما بين دول مجلس التعاون خليجي خليجي هو قليل جدا وهذا يؤدي إلى إهدار للموارد في حين يمكن الاستفادة من التكامل بحكم أن الأهداف واحدة بحكم أن الرؤية واحدة أيضا وبحكم أن التعاون بالخلفية والمعرفة واحدة فنحن تواجهنا مشاكل مشابهة مشكلة المياه في المنطقة هي مشكلة على كافة الأوجه ليست فقط في دولة من الدول بل هي في جميع دول المجلس التعاون مشكلة النفط أيضا الاعتماد على القطاع الكهر وفي أكثر الناس المنطقة 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 التي تعتبر مشكلة مشتركة مع الجميع فهناك أحب أن أحب أن أحط المشكلة وأيضا نوعا ما ليس الحلول ولكن الإجراءات المشجعة الموجودة لا يكون صورة كلها قاتمة فبالنسبة للتعاون الخليجي مؤخرا صار هناك أظن أكثر بأهمية التعاون المشترك والوقت يدعمنا فإجمالا المشاكل تتركز ربما في الاستثمار في الأصول غير ملموسة بدرجة أساسية حيث نجد أيضا ضعف مستوى المنطقة في العلوم والتقنية وهذا يشكل مشكلة لأنه بالنسبة للجمغور عندما لا يعرف ليس لا يعرف ما المستهدف أو ما المدى الزمني للمخرجات فيكون هناك خطاب سلبي ممكن أن يؤثر على استدامة المشاريع فيجب أن هناك مخرجات سريعة أو quick wins كما هناك العلاقة ذات الحدين مع العمال الوافدة وكيفية استثمارها بحيث تكون مهمة أو مفيدة للاقتصاد بالنسبة للمملكة ربما مشكلة العمال مختلفة من المنظور المعرفي لأن هناك كفاءات هائلة وهناك زخم في الكفاءات حيث نجده واضحا أيضا في مخرجات البحوث حيث مخرجات البحوث للمملكة تتعدى مثيلتها في المجلس ربما بثلاث أضعاف وذلك يعود إلى حد كبير لتوفر الزخم البشري والكفاءات ولكن ربما تعالى المملكة من مشكلة وهي البريين درين فهناك ما يقارب المليون سعودي يسكن خارج المملكة ومنهم كفاءات علمية كبيرة جدا لدي بعض الأسماء ولكن ربما لا يوافين الوقت لسردها ولكن هذا أتوقع أن هناك تأمل أن المردود الاستثماري على الطلاب الملتحقين في منحة الملكة عبد الله برنامج الملكة عبد الله لابتعاف سوف يردي مردودة قريبا ولكن لا يجب الفصل ما بين الكفاءات الموجودة أصلا والتي غادرت والكفاءة التي ستكون في المستقبل شكرا أحب أن تعدى الوقت أشكر الأستاذ عبير الرياني على مداخلتها وقد ألقت أو عرضت علينا ورقة بعنوان التنويع الاقتصادي التحول نحو اقتصادي المعرفة في بلاد أو في بلدان مجلس التعاون الخليجي وقد حدثتنا عن أربع ركاز لهذا التحول التعليم والتدريب النظام المؤسسي ونظم الابتكار الحافز الاقتصادي والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات ثم حدثتنا بإسهاب أكبر عن ركيزتين أساسيتين هما التعليم والتدريب من ناحية والنظام المؤسسي ونظم الابتكار من ناحية وقد ذكرت أن هناك كم من هائلة من الاستثمارات تضخها دول الخليج في قطاع التعليم والتدريب وبالرغم من ذلك فإن هناك كثير من الصعوبات منها على سبيل المثال أن أغلب المخرجات التعليمية لا تنتهي إلى السوق المحلية ولعل ذلك يرجع في جزء منه إلى كون معظم الطلاب الذين يدرسون في هذه المؤسسات ليسوا من الطلاب المحليين هناك كذلك الفجوة بين متطلبات تعليم واحتياجات سوق العمل وواحدة من النقاط المهمة التي يقل الالتفات إليها عبير هي مسألة ضعف المحتوى العربي على الإنترنت لأنه كثير من الطلبة اليوم في العالم يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسي لكن المحتوى العربي هو ثلاثة في المية فقط ومن هذه الثلاثة في المية جيمز وألعاب وأشياء نقطة أخرى وهو دور الشركات الخاصة وهو دور ضعيف في تدعيم قطع البحوث وغيرها من المسائل الآن ننتقل من اقتصاد المعرفة إلى موضوع لا يقل أهمية ولا يقل إثارة خصوصا عندما نتحدث عن المرأة موضوع أظن أنه يهم كثيرا من السيدات ورقة للدكتورة هند المفتاح بعنوان المرأة القطرية في ريادة الأعمال ودورها في تعزيز التنويع الاقتصادي الدكتورة هند المفتاح حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات التنموية من جامعة سوس وعلى درجة الدكتوراه في تكوين رأس المال البشري من جامعة أكزتر في بريطانيا وهي أستاذة مشاركة ونائبة لرئيس الشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام 2015 وعملت سابقا مديرة للموارد البشرية في جامعة قطر وشركة الريل ومستشارة في جامعة قطر ووزارة التجارة والأعمال ومديرة تنفيذية للمركز الثقافي للطفولة لها عدد من البحوث المنشورة في مجالات متعددة منها التنمية البشرية في عدد من المجلات العالمية صدر لها كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان تكوين رأس المال البشري في قطر وكتاب باللغة العربية بعنوان هموم في الإدارة وقد شاركت في تعليف عدد من الفصول في كتب صدرت بالإنجليزية لعل آخرها الكتاب الذي شاركت فيه معنا الدكتورة هند المفتاح بعنوان بوليسي ميكين في مجالة ترانسفورمتف قطر وهو صادر عن دار بولغريف وكان لدكتورة هند مشاركة قيمة في هذا الكتاب دكتورة هند تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوني آخر المتحدثين في محور التنويع الاقتصادي لا يتكلي الكثير للإضافة ولكن مع ذلك سأستفيد أو بمعنى أصح استفدت كثيرا من ما تقدم به زملائي السابقين في مجال التنويع الاقتصادي ومن كثيرا ما تقدم به دكتور فهد وعبير سأتحدث سريعا عن التنويع الاقتصادي ولن أمضي الوقت الكثير فيه باعتبار أنه تم صورة تشامريا موجودة أحد رائدات الأعمال الدراسة الماثلة أمامنا هي عبارة عن دراسة وصفية ولكن أيضا تم إجراء بعض المقابلات مع بعض من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية تقريبا قمت بتنظيم 17 مقابلة مع سيدات قطريات من أصحاب الأعمال المرخصات والمسجلات رسميا تراوح رأس مالهم ما بين 100 ألف إلى 7 مليون وخمسمائة ألف ريال وفي مختلف المجالات التجارية والخدمية والتعليمية والصحية بالنسبة للمشاريع المنزلية أيضا قمت بتنظيم بعض اللقاءات أو مع بعض أصحاب المشاريع المنزلية وصل عددهم إلى 23 سيدة فهذه الاقتباسات هي اقتباسات من سيدتين لهم باع طويل في بس مريم ليست واحد منهم طيب لن أمضي طويلا في التنويع الاقتصادي دولة قطر كقيرها من الدول الخليجية حظيت بنعمة ربانية وهي ثروتي النفط والغاز استثمرتها بشكل جيد كباقي دول مجلس التعاون في تنمية وتطوير عفوا في تحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتحقيقا في تشهيد البنية التحتية قطاعية التعليم والصحة باعتمارهما أكثر القطاعين أهمية ومع حقيقة أن دولة قطر كقيرها من الدول الخليجية تعتمد بشكل رئيسي على القطاع الهيدروكربوني في إراداته وفي الإنفاق العام خاصة في ضل ضعف القطاع الخاص كما ذكر الزملاء إلا أنها ومع ذلك حاولت بشكل ما ومن خلال سياسة استثمارية مبكرة تفادي مثل هذه التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على مدخولها وإراداتها السنوية من خلال الاستثمار في بعض المصاري الصناعات البتروكيموية والكيموية علاوة على بناء البنية التحتية والصحة والتعليم كما ذكرنا وواصلت دولة قطار حتى عام 2000 وطبعا إلى اليوم الاستثمار هذه العوائد الهيدروكربونية حتى تمكنت من تحقيق أعلى معدل الدخل للفرد على سنوات متلاحقة ولكن يظل تقلب أسعار النفط وعدم استقرارها في ظل تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية من ناحية وفي ظل العوامل الاقتصادية الأخرى عامل مزعزع ويدعو لعدم الاستقرار وعدم الطمأنينة بشكل تام للنفط والقاس باعتبارهما أولا موارد قابل النضوب مهما طال الزمن ولكنه سينضب وقت ما مما دفع الدولة بتحديدا منذ بداية العقد الألفية الجديدة إلى التفكير جديا في التحول نحو وسائل أو بداء أخرى للتنمية الاقتصادية لعل التنويع الاقتصادي كان أحد هذه البداء لكنه ليس الخيار الوحيد ولم يكن الخيار الوحيد طبعا بدأ هذا التوجه نحو البحث عن وسائل أخرى للتنمية الاقتصادية في الدولة مع أطلاق رؤية قطر الوطنية في عام 2011 ومتابع ذلك من أيضا استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر حيث أكدت على ثلاثة طبعا رؤية قطر الوطنية رؤية كبيرة وطموحة جدا ولكن فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي أكدت على ثلاث أهداف رئيسية ثلاث أهداف اقتصادية أولا توسيع القاعدة الانتاجية بعيدا عن الموارد الهيدروكربونية واستقلالها الاستقلال الأمثل بمعنى الاستفادة من مواردها وعوائدها المالية في استكمال مشاريع البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم علاوة على تنمية وتطوير القطاع الخاص تشجيع الاكتشاف والتنويع من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي ولهذا خصصت قطر منذ عشر سنوات ما يعادل 2.8 من الناتج المحلي للبحث العلمي وأيضا تعزيز الاستقرار والكفاءة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الموارد يظل بناء اقتصاد متنوع تحدي لأنه لا يعني فقط أن يتم اتخاذ قرار اليوم بالتوجه نحو التنوع الاقتصادي أن يتم تنفيذه بين ليلة وضحاها وإنما هو أمر يستقرق زمنا طويل أن لم يكن أجيال حتى يتم الوصول إلى الهدف المرجوم فالانتقال من الاعتماد الكل على الموارد الهيدروكربونية إلى الاعتماد أو تنويع الاقتصاد على موارد أخرى يستقرق وقتا طويل ويتطلب جهود وإصلاحات وتقييرات مؤسسية وقانونية وتنظيمية على مستوى الدولة ولهذا رياضة الأعمال تم التركيز عليها تحديدا في النتيجة الإقطاعية الرقم 17 في استراتيجية التنمية الوطنية باعتبارها من أحد أهم العناصر المتوقع مساهمتها في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني نظريا أو حسب الدراسات السابقة الكثير الكثير من الدراسات وجدت علاقة قوية وقوية جدا بين مستوى وجودة رياضة الأعمال في أي مجتمع وبين قوة ونمو اقتصادها المحلي نرجع ونقول أن التوجه نحو خيار رياضة الأعمال أو التنويع الاقتصادي من خلال رياضة الأعمال لم يكن بالأمر السهل ولن يتم أو يحدث بالسرعة المطلوبة خاصة في وجود حقيقتين الحقيقة الأولى أن القطاع الخاص في دولة قطر ما زال سقيرا لا تتجاوز نسبته 17% في الناتج الاقتصاد المحلي علاوة على أنه يركز كثيرا على الاقتصاد المحلي وليس له أي توجهات خارجية من حيث التصدير رغم استحواذه على 70% من وظائف السوق العمل علاوة على أن هذا التوجه يتطلب كما ذكرت منذ لحظات استحداث وإجراء الكثير من التغييرات والإصلاحات الجذرية القانونية والمؤسسية وأيضا مشاركة فاعلة ليس فقط من أفراد المجتمع بل من القطاع الخاص والأهم بناء القدرات الوطنية من السهل جدا استجلاب واستيراد كافة النظم وكافة النظم المؤسسي واللاحي ولكن الأهم من هذا كله هو بناء القدرات الوطنية ولا سيمة الشباب والنساء الذين سيتمكنون من إدارة هذا القطاع مستقبلا انطلقت دولة قطر مبكرا منذ عام 2000 تحديدا في إطلاق بعض المبادرات المحلية سواء كانت على المستوى المؤسسي أو التنظيمي أو القانوني وذلك من بداية إطلاق التوجه نحو دعم التنويع الاقتصادي ذلك أن دولة قطر آنذاك مع بداية عام 2000 لم يكن يوجد لديها أي نموذج جاهز للاعتماد عليه أو حتى فكرة عن أي نموذج ممكن الاستنساخ منه فكرة التنوع الاقتصادي رغم وجود بعض التجارب الرائدة مثل سواء في بعض الدول الأسيوية أو الدول الأوروبية ولكن انتهجت دولة قطر عوضا عن استنساخ فكرة ما البدء منذ الصفر والبدء في البحث عن إصلاحات داخلية مؤسسية وقانونية وتنظيمية على مستوى الدولة فبدأت في إنشاء بعض الأجهزة التشغيلية التي من شأنها تمكين رياضة الأعمال وتشجيع الشباب والنساء على دخول هذا المجال بدأت بجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم تبع ذلك عمل وزارة التجارة والإعمال مع البنك الدولي في تقديم بعض الإصلاحات مثل النافذة الواحدة وغيرها من المشاريع كما تم العمل مع واحدة العلوم للتكنولوجيا في قطر وذلك من تقديم مبادرات وحلول مصرفية ومالية وأيضا تدريبية من خلال بداية ومركز بداية ومن خلال مركز قطر المالي ولكن أدركت قطر أن أولويات هذا التنوع تكمل في التوجه نحوه بناء القدرات الوطنية ومن هنا فتم التأكيد على أن نجاح قطر كدولة حديثة تتوجه من الاعتماد على القطاع الهدروكربوني إلى التنوع الاقتصادي لن يحدث ولن يتم بالكفاءة والفعلية حتى وإن كانت في أدنى درجاتها إلا من خلال بناء قدراتها الوطنية ومن هنا بدأنا في مرحلة إصلاح التعليم التعليم لمرحلة جديدة بعيدا عن الانتقادات الموجهلة ولكن بدأنا في مرحلة تعليم لمرحلة جديدة بدأنا في إصلاح جامعة قطر توسع جامعة موسط قطر استحداث وإنشاء فتح العديد من الفروع الأجنبية والعالمية في جامعة حمد بن خريفة وموسط قطر أيضا من خلال إنشاء بعض حتى المدارس الفنية المتخصة على مستوى التعليم الثنوي مثل المدرسة العلوم المصرفية والمدرسة الصناعية ومؤخرا دمج جهاز قطر للمشاريع السقيرة مع بنك قطر للتنمية واستحداث مركز حاضينات قطر أيضا لعب المجلس لعلى الاتصالات قبل أن يتحول إلى وزارة دورا كبيرا وهاما في تشجيع النساء القطريات العاملات من المنزل من خلال تزويدهم بالأدوات التقنية والمهنية اللازمة لتسيير شؤونهم سريعا بعض الإحصائيات والأرقام عن وضع المرأة القطرية اليوم في التعليم حمد لله حظيت المرأة القطرية بدعم كبير من القيادة السياسية وتمكنت خلال العقدين الماضيين من الوصول إلى أعلى مراتب العلم فمثلا نسبة قيدها في التعليم الثانوي 72% مقارنة بالشباب 57% مؤشر القراءة عند المرأة القطرية 99% بالنسبة لسوق العمل الناشطات الاقتصادية للمرأة القطرية تشكل 54% من إجمال السكان القطريين وليس إجمال السكان 35% المشاركات في سوق العمل الأهم من هذا أن 14% من أصحاب المال والأعمال هنا من السيدات و3% فقط من القطريين من أصحاب الأعمال 50% من المتعاملين بالبورصة هم من السيدات القطريات وبقيمة تزيد عن 15 مليار ريال هناك أكثر من 2000 شركة مملوكة لاستيدات القطريات بينها 150 منشأة صناعية والأهم أن هناك أكثر من 2700 شركة مسجلة رسميا بأسماء سيدات قطريات وبقيمة مالية تفوق 25 مليار ريال نعود لموضوعنا الرئيسي رياضة المرأة القطرية للأعمال بلا شك المرأة القطرية هي نصف المجتمع ولكن ما يعنينا اليوم في هذا المجال هي أنها شريكاً أساسياً وقوياً ودافعاً للتنمية الاقتصادية وبالذات من خلال رياضة الأعمال كما سأعرج عليه قديراً في المشاريع المنزلية رياضة الأعمال بالنسبة للمرأة عادة ما يكون هناك نوعين من العوامل إما عوامل الدفع وإما عوامل الجذب سواء كانت عوامل نفسية اجتماعية قانونية إلى آخر ولكن عوامل الدفع هي من تدفع المرأة وقالباً تم حصرها نظرياً في ثلاث عوامل قلت فرص العمل انخفاض الدخل وانعدام الأمن المالي أما بالنسبة لعوامل الجذب أيضاً بشكل إجمالي وليس خاصة بدولة قطر المكان الاجتماعي التحصيل العلمي التعليمي العالي وأيضاً توفر الدعم اللوجستي والمالي طبعاً يختلف هذا الوضع من مجتمع لمجتمع ومن إمرأة أخرى حسب الاعتبارات ومعايير أخرى ولكن قبل أن نستعرض المشاريع المنزلية والفرق بينها بين تحديات المشاريع المنزلية وأصحاب المشاريع المنزلية وأصحاب الرائدات في الأعمال وأنا أقوم بعملية البحث والمقابلات استوقفني موضوعين الموضوع أولاً أن يوجد لدينا سيدات أعمال يقمنا بتسجيل شركاتهم رسمياً ويحصلنا على الرخص التجارية إلى آخر بالمقابل هناك مئات إن لم يكن ألوف من أصحاب المشاريع المنزلية يعملنا من المنزل الأولى رائدات الأعمال يخضعنا للقوانين الحكومية يخضعنا لرقابتها وتدقيقها ويخضعنا حتى لعقوباتها الجزائية في حين أن أصحاب المشاريع المنزلية من النساء يعملنا بشكل قير نظامي وقير رسمي وأحياناً فوضى ولا يخضعنا لأي من القوانين لا قوانين المشتريات ولا قوانين التجارة ولا ضراء ولا غيرها بمعنى أن يوجد إطار مؤسسي لدى رائدات الأعمال وهناك غياب للإطار المؤسسي التنظيمي القانوني لأصحاب المشاريع المنزلية من هنا بدأت لبعض الجدليات انصح التعبير عن ازدواجية المعاملة بين أصحاب المشاريع المنزلية وبين رائدات الأعمال الأثنين يحصلنا على دعم الحكومة وبالذات من بن قطر للتنمية أو من الجهات الأخرى ولكن الأولى بشكل رسمي وقانوني ومحاسب ومسائل أكثر في حين أن أصحاب المشاريع المنزلية في ظل قياب نظام واضح أو قانوني أو مسائل ومع ذلك يحصلنا على الدعم المالي والمعنوي والتدريب والتعليمي من قبل مؤسسات الدولة عودة للمشاريع المنزلية في تقرير رائع جدا قام به بن قطر للتنمية قام بمسح حوالي 1854 من أصحاب المشاريع من السيدات بشكل عام كانت نسبة النساء بينهم تشكل 95% 84% كنا في الفئة العمرية أكثر من 30 عاما 73% حاصلات على تعليم ثنوي و43% منهن لم يعملنا سابقا فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي لما يمارسنه وأصحاب المشاريع المنزلية كما نرى تأتي على المقدمة الإعداد المأكلات ثم تندرج بين المنتجات الصناعية 26% وحتى التجارة 8% بالنسبة لتحديات المرأة القطرية في ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع المنزلية وجدت هذه الأسباب توفير التنويل كان يشكل الهاجس الرئيسي لأصحاب المشاريع المنزلية من السيدات 42% يعانين من عدم توفر التنويل الكافي الحاجة إلى تأجير محل بإيجار مخفض في حالة توجه حنا إلى أن يكوننا مسجلات بشكل رسمي البيع والتسويق الحاجة إلى مساعدات في عملية الترويج الخدمات الدعم المالي وسهولة الإقراض فيما يتعلق بالنسبة للمشاريع النظامية أو السبعة عشر سيدة من رائدات الأعمال ممن قمت بمقابلتهن أشرنا تحديدا إلى هذه التحديات هناك تحديات شخصية وعائلية وبالذات لدى السيدات أو النساء حديثات الزواج أو حديثات الأمومة هناك تحديات اجتماعية وقد ذكرتها لأكثر من سيدة في عدم قدرتهن رغم وجود الطموح والقدرة على ولوج بعض المشاريع الصناعية ولكن هناك نوع من الخجل الاجتماعي عندما تبدأ مبادرات البيع والتسويق وخاصة عندما يتم التواصل مع جهات حكومية أو مسؤولين تحديات بيرقراطية قانونية اشتكى منها الكثير خاصة سواء منذ بدء التسجيل والترخيص وحتى حصول على قروض ميسرة والفواد إلى آخر تحديات المالية من حيث عدم توفر القروض الميسرة ومن حيث عدم توفر التمويل الكافي لمواصلة مشاريع هنا أيضا تحديات البيع والتسويق وتحديات إدارية وقيادية تتعلق بحاجته هنا إلى التدريب إلى كيفية إدارة المشاريع وكيفية إدارة الفرق وكيفية التعامل مع الموظفين والشؤون المالية والقيادية هنا نجد أنفسنا أمام تحديين ومتناقضين اجتمعت مع سبعة أو تسعة من السيدات ممن كنا يملكنا أموال ضخمة ولكن لا يعرفنا كيف يتم استقلال هذه الأموال لديهن السيولة النقدية ولكن يخشينا هناك خوف من عدم استقرار المشاريع أو التوجه الاقتصادي في الدولة فكان التوجه لديهن أن يتم الاحتفاظ بهذه المبالغ رغم أن المبالغ ضخمة جدا كودائع أو مستندات أو محافظة استثمارية بعيدا عن أي مخاطر تتعلق بالتجارة والاقتصاد في حين يعانينا النساء الأقل حظا في توفير المال من مشكلة التنويل لأن في معظم الأحوال عندما يرقبنا في توسيع مشاريعهن أو حتى الحصول على مشروع لأول مرة غالبا ما يطالبنا من قبل البنوك بضمنات تعجيزية قد تصل أحيانا إلى حد رهن البيت أو بيع الأرض أو بيع الأسهم علاوة على أسعار الفائدة المفترضة من بعض البنوك السؤال هل نجحت المرأة القطرية في رياضة الأعمال لتعزيز دورها؟ نظريا وما نراه على الساحة نعم ولكن عمليا هناك الكثير من التحديات نعم نجحت قطر في تأسيس العديد من الأجهزة التشغيلية وقامت بعديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية لمساعدة المرأة بل وقامت بإنشاء العديد من الأجهزة لتدريب المرأة ومساعدتها وتمكينها اقتصاديا ولكن ما زال هناك عدم الانضباط بين المشاريع المنزلية والمشاريع النظامية المشاريع المنزلية تنمو بشكل مهول وتنمو بشكل كبير جدا ومتسارع ولكنه للأسف إلى اليوم لم أجد أي حصائية عنه وقير مسجل وقير معروف حتى حجم رأس ماله أو حتى الأنواع الأنشطة رقم أنه قد يكون مؤثر جدا في الاقتصاد الوطني وقد يكون مؤثر حتى في توجه الاقتصاد الوطني إلى مراحل الأبعد قرأت في إحدى الدراسات التي طلعت عليها لإحدى الشركات الاستشارية أن تم تقديم مقترح يطلق عليه البرنامج الوطني لتنمية المشاريع المنزلية وتحويلها من مشاريع المنزلية إلى مشاريع نظامية مقيدة ومسجلة وكيفية تفعيلها وتحويلها إلى قيم مضافة في الاقتصاد الوطني لو فعلا تم تفعيل هذا البرنامج سيكون المشاريع المنزلية دور أكبر في تفعيل دور المرأة القطرية كرائدات أعمال في الاقتصاد الوطني شكرا أشكر لدكتورة هند عرضها الرائع والتزامها بالوقت كذلك وقد استعرضت لنا نجاح المرأة القطرية في ريادة الأعمال ما بين النجاح النظري والصعوبات على المستوى العملي واستعرضت بعض الإحصائيات المهمة والمثيرة حقيقة منها أن 54% من النساء في قطر أو من القطريات هنا من الناشطات اقتصاديا منها أن 95% من أصحاب المشاريع المنزلية هنا من النساء كما استعرضت بعض التحديات منها تحديات اجتماعية وإدارية وتمويلية كانت هذه ورقة قدمتها الدكتورة هند المفتاح بعنوان المرأة القطرية في ريادة الأعمال ودورها في تعزيز التنويع الاقتصادي والآن نفتح المجال للأسئلة مريم عمر ودورها دراستي في ناشطات. وستعرفة المنزلية كامل للأسئلة وستعرفة الوطب الأحصاب وستعرفة على المستوى العملي كامل للأسئلة تحديثة وعندي كذا السؤال وتعليق الاقتصاد المعرفي احس او النوج بايس اكونومي احس انها صارت موضة اكثر من انها عفو مريم بس اذا ممكن تحددين السؤال لمن عشان ياخذ السؤال اوكي بحدد السؤال حق من بس احنا ما نعرف شون نحصل على الاقتصاد قام على المعرفة يعني سؤال حق دكتور فهد وعبير يعني احس انها شي مبهم كيف نحصل على الاقتصاد قام على المعرفة احنا عندنا الاهداف بس ما في خطة واضحة ويبدو لي ان التركيز على ما بعد التخرج من الجامعة في اسوق العمل لكن لبناء اقتصاد قام على المعرفة نحتاج جيل قام على المعرفة الجيل قام على المعرفة ما يبتدي من الجامعة يبتدي من المدرسة واحنا كلنا نعرف ان التعليم المدرسة في المنطقة انا شوف انه سيء جدا من خلال عملي تطوعي في المدارس يعني ما عندنا حتى مادة تربية فنية لقد ابداعي مش موجود عندنا في المنهج ومن خلال تجربتي كرائدة اعمال هالسؤال يمكن حق دكتورة هند احس ان في سكيزوفرينيا عندنا في السياسات مثلا وزارة الاقتصاد ألغت قانون الميتين الف لانشاء شركة لكن هالشي ما تطبق في البنوك البنوك اللي حد الان تفرض رسوم معينة حق الشركات الناشئة انا مثلا شركتي ما احتاج يمكن خلح حتى خمسين الف لانها في مجال الصناعات الابداعية وتعتمد على الابداع والموهبة لكن لا ازال يفرض علي ان اجر مكتب وادفع مبالغ وخاصة ان التراخيص في المجال الابداعي اللي من وزارة الثقافة والشباب ارتفعت اسعارها وصار في شيء اسمه داون بايمنت ففي تناقض شديد بين الرؤية وبين الاسكيزوفرينيا عندنا في السياسات يعني احنا قاعدين ان ناقض نفسنا وليش ما في اصلا خطة واضحة للحصول على الاقتصاد قوامة المعرفة شكرا ناخذ سؤالا اخر تفضل السلام عليكم شكرا على المتحدثين الثلاثي وحقيقة كان فيها فوائد عظيمة لكن انا عندي سؤالين فقط السؤال الاول للاستاذ عبير عفوا الاسم الكريم اذا اذا تفضلت الاسم الكريم انا اسمي تيسير رداوي استاذ جامعي متخصص في التنبيه الاقتصادية في اقتصادية التنمية وحاليا يعمل في وزارة التخطيط التنموي في قطش السؤال الاول للاستاذ عبير كما فهمت انا فهمت انك تقولين ان هناك استثمار عالي في التعليم في دول الخليج وان هناك كذلك عدد كبير من الخريجين في مجالات العلوم هذا هذا الكلام طبعا يعني اه هو يعني ليس اه موثق لان ما ينفق على الاستثمار في التعليم في دول الخليج حاليا لا يتجاوز واحد في المية من جي دي بي ولا يتجاوز يعني اكثر من اربعة في المية حتى ثمانية في المية من الموازنة وعدد الخريجين في مجالات العلوم والفيزياء وعلوم الحياة لا يتجاوز اربعة في المية او خمسة في المية من خريجين الجامعة يعني ماذا تقولين اذا كنت تقولين ان هناك استثمار على التعليم في دول الخليج عالي وان هناك عدد خريجين في العلوم عالي ماذا تقولين عن السويد وماذا تقولين عن سنغافورة حيث أنه 7% من الناتج المحلي الإجمالي يبدل على التعليم و20% من الموازنة هذا هو السؤال الأول أما السؤال الثاني فهو للدكتورة هند وحقيقة طبعا كان البحث عظيم مشبع من الجانب النظري ومن الجانب العملي ولكن أنا أود إجابة من الدكتورة هند هي تحدثت عن موضوع المرأة حول الشباب لماذا لا يقدم الشباب في قطر مثلا لماذا لا يقدم الشباب على العمل الخاص خاصة إذا عرفنا أن هناك حماس عند الشباب يعني من ناحية نظرية مثلا 63% من الشباب القطر يقالوا أنهم يعتقدون أن هناك فرصة جيدة لبدأ بعمل جديد و60% يعتقدون أنهم يملكون مهارات وخبرة لعمل جديد هذا حسب كتابات المصدر العالمي ليرادة الأعمال عام 2014 ولكن رغم ذلك لا نجد إلا 16% من الشباب القطري الجامعي يقدم على مشروع خاص أنا حقيقة سؤالي أجو من الدكتورة هينيدين التوظهلية لماذا هذا الخوف علما بأنهم من يخاف من الفشل لا يتجاوز 30% أيضا بناء على الاستبيانات لماذا إذن لا يقدم الشباب القطري لا ينتقل هذا الحماس النظري إلى مجال الأعمال وشكرا شكرا دكتور سنأخذ سؤال آخر إذا كان هناك سؤال آخر الأساتفة تتفضلون بكتور فاتر شكرا على سؤالك فيما يتعلق بالتعليم مؤشرات التعليم تبدأ من الابتدائي وليس من الثانوي ويمكن هذه المؤشرات معتمدة من الأمم المتحدة جزء من مؤشرات التنافسية فلما نتكلم عن التعليم نتكلم بشكل ما حددنا الثانوية أو الجامعة أو التعليم الجامعي وبالرغم من هذا نشوف أنه واقع مجتمعات الخليج يختلف عن قبل ثلاثين واربعين سنة تأثرت بالتغير الاجتماعي قبل عندنا عقليات ما تدرس البنت الحين الحمد لله الوضع مختلف فنشوف أن هناك طبعا تطورات كبيرة على المدى الطويل حصلت في مجالات التعليم هناك قوانين ظهرت في مجتمعات الخليج للتعليم الإلزامي التعليم يكون الإلزامي للذكور والإناث فكل هذه مؤشرات على أن تأخذ بعين الاعتبار وأنا ضد مقارناتنا بالسويد والنرويج وفنلندا نحن عندنا أولويات وهذه المجتمعات عندها أولويات البحث العلمي مثلا ما أقدر أنا أقارن السويد بالصومال عندهم أولويات غير البحث العلمي فالصرف عليه وتمويله وكذا وردا على موضوع الميزانيات يعني كمثال الكويت الكويت الموازنة العامة تقريبا 16 مليار اللي نفترض 16 مليار دينار مليار وربع تقريبا يروح للتعليم بس التحدي أو السؤال وين يروح بالتعليم؟ هل يروح للبحث العلمي؟ لا كلها يروح رواتب وهل هذه الدول سنغافورة أو السويد هل هي مثلنا كلها رواتب وتشجيع وكذا ولا بس كم نسبة من الميزانية كم نسبة يروح للبحث العلمي؟ هذه نقطة أتصور مهمة كيف نصل إلى الاقتصاد المعرفي؟ لا شك واللي قاعدين نشوفه ونحسه الآن أن دولة الإمارات العربية رائدة من الدول الست صراحة وواضح مدن ذكية، مدن إعلامية، مدن صحية، تطوير تكنولوجي، إعلام وضع يعني استثمار هذا هو الاقتصاد المعرفي البنية التحتية للاقتصاد المعرفي موجودة في الإمارات كدولة قطر بدأت تأخذ هذا المنحة السعودية أيضا عندهم مدن تكنولوجية فنشوف أن الدول انتبهت لأهمية الاستثمار في الاقتصاد المعرفي ولو إنها بدأت بأفكار أيضا اللي راح يساعد يمكن متخذ القرار السياسي متخذ القرار هو اللي راح يفرض يفرض موضوع أو تبني فكرة الاقتصاد المعرفي وخاصة الحين جيل الشباب، عصر الشباب قيادات شبابية مقتنعة بأهمية الاستثمار في هذا وإن شاء الله إحنا متفائلين ولسنا متشائمين شكرا مرحبا دكتور تيسير دكتور تيسير أنا ذكرت في الورقة إنه عدد الخريجين من الستم ساينسي اللي هو الساينسي التكنولوجي إنجينيوري وماتماتيكس ما زال دون المعدل العالمي ف... لا أدري يمكن أنت أخذت فكرة إنه العدد كبير من عدد خريجين برنامج من حتى برنامج الإبتعاث برنامج الملك عبد الله الإبتعاثة هو ما يقارب المائتين ألف ومنهم الكثير في الواقع من خريجين العلوم والهندسة ولكن ما زال دون المعدلات من خريجين العالمية أما بالنسبة بالنسبة للاستثمار في التعليم أو حجم الاستثمار في التعليم فأنا أيضاً حددت أن هناك استثمارات ملموسة واستثمارات غير ملموسة وإستثمارات غير ملموسة الاستثمارات في البناء التحتية هي مغولة بغض النظر عن نسبتها من الناتج المحلي تعتبر بكافة المقايز كبيرة وحتى الاستثمار يعني الميزانية لهذه السنة ورغم سعر البترول وكل أنا أعرف كيف أثر على البجت فالميزانية للتعليم للمملكة هذه السنة لا يوازي 51 مليار دولار للتعليم فتعتبر كبيرة ولكن بغض النظر هل الاستثمارات توجه هي للبنية التحتية يمكن بشكل كبير ولكن هناك التوجه مؤخر ربما صار وهو التوجه للاستثمار في الاستثمارات الأول الأصول اللام الموسة وهي التي ربما نعاني منها بشكل أكبر أما بالنسبة للسؤال عن الاقتصاد التعريفة في الاقتصاد المعرفي أنه مبهم ربما لأنه نسبياً يعتبر مجال حديث للجميع وليس فقط في المنطقة وهو مبدئياً يعتبر الاستفادة من التراكم المعرفي في الاقتصاد لإنتاج قيمة مضافة وممكن أيضاً القول أنه التقليل من الاعتماد على رؤوس الأموال التقليدية وهي الـ capital land labor والاعتماد بشكل أساسي على المعلومة لإنتاج قيمة مضافة وبالنسبة للتركيز على التعليم الابتدائي والأساسي مثل ما ذكر الدكتور فهذا المقاييس تعتمد للتعليم الابتدائي والأساسي وهناك أيضاً الكثير من المشاريع التي تسعى إلى إعادة تقييم المدارس والمناهج لإدماج المهارات الناعمة والإبداع والابتكار في المناهج المقررة شكراً 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 لمركز قطر للمال والأعمال جميعهم يقومون بتدريب جميعهم يقومون بتقديم توعية تعليمية تلقيفية عن رياضة الأعمال لكن لما نجي حق المعضلة الرئيسية في التمويل هو فقط بنك قطر للتنمية وفي معدد ذلك من بنوك أخرى مع كل التحفظات عليها الرؤية واضحة والخطة موجودة ولكن التطبيق غير موجود أو غير مفاعل كما تم الرسمة في الخطة الاستراتيجية الدكتورتي يصير بخصوص لماذا لا يقدم الشباب القطري على الأعمال الخاص إن شاء الله في المنتدى الجاي أنا بابحث فيها الموضوع لا لكن يعني هو موضوع كبير وتطلب بحث كل العوامل المؤثرة بس بشكل عام الإقبال على رياضة الأعمال ليس بالأمر السهل كما نتخيل يتطلب أولا معرفة توعية ثقافة قانونية إدارية ثقافة حتى لوجستية ثقافة بيروقراطية في كيفية التعامل مع الإجراءات البيوقراطية فوق هذا يتطلب أيضا نوع من العوامل الإيجابية الشخصية الثقة بالنفس الجرأة في الإقدام على المبادرات الريادية المبتكرة غير المكررة يتطلب عديد من العوامل السواء اجتماعية شخصية قانونية تنظيمية يمكن أن تتكلم عنها نسبة 16% قد تكون من سنوات قليلة ولكن أنا ملاحظة الشخصية ما أجده اليوم الشباب طموح جدا ولا يكتفي بالعمل الحكومي أو بالعمل وأصبح يفكر فيه كيفية يمكن بعض الشباب يفكر أنه يستقر ثلاث أربع سنوات في العمل وبعدها ينطلق إلى مشروع الخاص ولكن هناك رغبات داخلية لكن يمكن مثل على بناء الدراسة اللي سويناها أنه محتاجين بعض الدعم بعض التفويط بعض التمكين ليتمكنوا من الانطلاق بشكل سلس قانوني وآمر ومنظام شكرا شكرا دكتورة هند كذلك الشكر موصول لجميع المتداخلين اليوم دكتور فهد الناصر دكتورة هند المفتاح الأستاذ عبير الأرياني والشكر موصول لجميع الحاضرين الصامدين معنا كما أريد أن ننتهز هذه الفرصة لأشكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على تنظيمه لهذا المؤتمر وكذلك لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية وكل العاملين به وشكرا جزيلا ونتطلع إن شاء الله إلى مؤتمر السنة القادمة شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة